هنا هذه النسبة هل ستكون فرصة إيجابية لمن دعا إلى المقاطعة لاستغلالها على اعتبار أن هؤلاء لم يمنحوا شرعية كاملة من الشعب وبالتالي يصار إلى تظاهرات وربما عصيان مدني لسحب ما استحوذوا عليه من شرعية أم انتهى الأمر وستشكل الحكومة ويذهب كل إلى داره حقيقة أخلاقيا ممكن أن نعتبر أن هذا المسلسل سوف يتجه بهذا الشيء إن كانت هذه الأحزاب لديها موضوعة الأخلاق باتجاه أن أكثر من 70% هم الذين عزفوا عن التصويت لهم لكن دستوريا وقانونيا أظنهم من حقهم أن يصوتوا لبرلمان جديد وأن يكون لهم حكومة جديدة ليست هناك نسبة يمكن اعتبارها هي الحد الأدنى مما يجوز أو لا يجوز في موضوعة من يصوت في الانتخابات بالتالي القانون يمضي مع أدنى نسبة للتصويت واليوم هذه النسبة نعم هي متدنية جدا خاصة وأن 24 مليون ونصف لم ينتخب منهم إلا قرابة 17% دعش مليون وسبعمائة ألف هم الذين سجلوا في حاسبات المفوضية للانتخابات في عام 2018 بحسب التسريبات عن المفوضية أن 35% من الدعش مليون وسبعمائة ألف وهذا يعني 17% من الـ 24 مليون ونصف الذين يحق لهم الانتخاب في العراق هذه نسبة صادمة للأحزاب الحاكمة والقوائم الثمانية والثمانية التي عجزت أن تحفز الجمهور العراقي أن يصوت لها وأيضا يبدو أن برامجها التي صنعتها لم تكن بالبرامج الجاذبة لأن تحصل على قناعة وثقة المصوت العراقي طيب مرة أخرى دكتور هشام هل تعتقد هنا أن دعوات المقاطعة هي نجحت بحد ذاتها بنفسها بمضمونها أم أن هذا الفشل السياسي لهذه الأحزاب هو الذي أسقطها في ربما بئر الفشل هذا حقيقة دعوات المقاطعة كما أسبيتها جنابك هي لم تصل إلى ما يعرف بحملات مدافعة من أجل المقاطعة هي عبارة عن دعوات فردية من نخب ومن بعض الجماهير ويبدو أن من قام برفعها لا يمتلك أيضا القدرة على تحريك رأي عام أو صناعة رأي عام بهذا الحجم أظن هذا التوافق والتواتر على المقاطعة هو نتيجة وعي الجمهور العراقي بأن هذه الأحزاب هي وجوه قديمة وهذه الأحزاب مهما أرادت أن تقترب من مسميات أخرى بمعنى العلمانية اللبرادية المدنية هي عبارة عن حيلة للعودة مرة أخرى لأن تسيطر على الحكم والبرلمان لـ 15 سنة ماضية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة